يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا بحضراتكم يوم جديد حلقة جديدة السادسة كان نفسي وانا بقبل حضراتكم النهاردة على شاشة الأهل يقول لكم مبروك الحلم كان سنادي كبير وكان مختلف وكان ليه مقدمات يمكن نكون زعلانين شويتين عشان كنا بنحلم وكنا شايفين ان احنا قادرين نحقق إنجاز جديد في بطولة كاس العالم للأندية وخصوصا أنه الجيل ده حقق كتير من البطولات في فترة بسيطة جدا وخاض تجربة كاس العالم وحقق ميداليا برونزية على حساب نفس المنافس بالميراس يمكن لأنه شايفين كورت الأهلي وسكواد الأهلي السنة دي مختلف وقادر يروح بينا لبعيد ويوصل للمباراة النهائية يمكن لأنه بالميراس نفسه احنا واجهنا في نسخة قبل كده قادرنا نتجاوزه وبالتالي كان احساسنا بقدرتنا على تجاوز أو تكرار نفس النتيجة وتجاوزه مرة تانية ووصول المباراة النهائية قريب جدا مننا ولكن قدر الله ما شاء فعل هارد لك للأهلوية وعلى الحلوة والمرة معاها ده الشعار الرفع وجمهور النادي الأهلي بعد ما المباراة انتهت مباشرة ويمكن كمان اللي زود شوية حتتين كده يعني انه أداء النادي الأهلي في نهاية المباراة كان مختلف تماما عن بدايتها طبيعي جدا طبيعي جدا وانت بتلاعب بطل برازيل وبطل أمريكا الجنوبية بطل كوبا ليبرتادورس مرتين على التوالي زي وزي الأهلي ومنتكلم عن الكرة في أمريكا الجنوبية ومع دراكة من أمريكا الجنوبية ما هي أمريكا الجنوبية ولكن في النهاية أعتقد انه كان ممكن نلعب جيم أفضل من كده والأهم من ده ويمكن ده يكون شعار الأيام اللي جاية انه البرونزية الثالثة هي أفضل تعويض هنتكلم على مطش الأهلي والمنافس الذي لم يتحدد بعد يمكن بعد دقائق من دلوقتي تبدأ مباراة تشالسي والهلال تشالسي الإنجليزي طبعا والهلال السعودي ويتحدد على أساس نتجتها مين هيواجه النادي الأهلي في مباراة يوم السبت إن شاء الله لها تتلعب الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة في المباراة الثالث والرابع لكن في النهاية فرصة معيئة جدا إن شاء الله خدوا بالحضراتكم مهم جدا وأنا عارف أن الجمهور النادي الأهلي على قد ما هو زعلان على قد ما هو مقدر زي ما شفنا رجالتنا في بطولة أفريقيا قد إيه عملوا اللي عليهم وقد إيه وجهوا ظروف كتير جدا صعبة بطولة كانت الأصعب على الإطلاق بالنسبة للمنتخب المصري ومع ذلك لحقيقة يدروا يفرحون مرة واثنين وثلاثة ولكن في النهاية الناس يمكن بتزعل من خسارة مباراة أو خسارة نهاية أو خسارة بطولة لكن ما تزعلش من رجالة عملوا اللي عليهم بقول كمان إنه الأهلي شارك في البطولة دي واحنا عارفين ومتفقين إنه الفريق الوحيد الفريق الوحيد اللي شارك في البطولة بدون ما يكون عنده الفرصة الكاملة ودي تفرق كتير جدا في بطولة بحجم كاس العالم للأندية احنا مش بنتكلم على بطولة قرية احنا بنتكلم على بطولة عالمية بطولة فيها أبطال قرات مش أبطال دول وبالتالي كل واحد منهم جاي ومهيأ نفسه إنه عنده القدرة على المنافسة وعشان يقدر ينافس لازم ياخد فرصة كاملة ولازم يكون تكافؤ في الفرص والأهلي للأسف اشترك في البطولة دي وهو محروم من الفرصة الكاملة ومحروم تماما من تكافؤ الفرص لكن قادرين إن شاء الله والحلم مش بعيد والحلم قريب ونقدر زي ما عملناها مرتين نعملها بإذن الله التالتة في النسخة اللي جاية ونوصل المباراة النهائية